موسيقى 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 يسعد دول فلسطينيون لمواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية المرتقبة غدا والتي جند لها الاحتلال الزياد من ثلاثة ألاف شرطي إضافي في المدن المختلطة لقمع الفلسطينيين حيث تعالت الدعوات الفلسطينية لرفع الراية الفلسطينية في كل بيت وساحة وشارع لحماية المسجد الأقصى المبارك دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوقي الإنسان إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية أو تنسيقية الجبهة الاجتماعية المغربية والتي تضم مختلف الهيئات الحقوقية الأحد المقبل ضد الغلاء والقمع والتذيق الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والتطبيع مع الكيان الصهيونية أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة إنهاء المغرب للمضايقة والعنف الممارس بحق النشطات الصحراويات في الأراضي المحتلة ودعته إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوقي الإنسان ومنع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعامل يواصل الجيش الروسي تقدمه في إقليم دونباس وسط معارك ضارية مع الجيش الأوكراني وقال الجيش الأوكراني إن قواته قد تنسحب من آخر جيب في لوغانسك لتجنب وقوعها في الأسر على يد القوات الروسية التي تتقدم بشكل سريع في الشرق إلى ذلك وصف الرئيس والوكراني فولوديمير زيلنسكي الوضع الحالي في منطقة دونباس بالصعب للغاية مؤكداً عزمه على بناء كل مدينة وبلدة تأثرت بالحربة نهاجة الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة